خلال حفل تميز بأجواء من الود والتآخي احتفلت الطائفة اليهودية المغربية بسويرة بعيد ميمونة رمز التعايش بين اليهود والمسلمين بالمملكة حفل شكل مناسبة للاحتفال بالثقافة اليهودية المغربية على إقاعات الموسيقى والأغاني التي أدتها فرق تتألف من موسيقيين يهود ومسلمين هذه الأمسية شكلت أيضا مناسبة لليهود المسلمين بالصويرة من أجل تقاسم أطباق ولحظات تآخي في أجواء احتفالية وهذا العيد اليهود المغربي الحامل لقيم الإيمان يعكس بشكل صريح أن التسامح وتقريب الشعوب والعيش المشارك ممكن الحفل أقيم تحت شعار التقاسم والعيش المشارك حفل أكد مرة أخرى التلاحم اليهود الإسلامي القوي في هذه المدينة العريقة ملتقى الحضارات بامتياز وواحة المثل العالمية والتعايش بين مختلف الديانات التوحيدية إضافة إلى تشبت الطائفة اليهودية بالصويرة بالتقاليد التي تميز المشتمع المغربي تمنا مجموعة الأنشطة سواء في المغرب أو خارج المغرب على الهوية اليهودية المغربية على تعايش الإسلامي اليهودي على المحرقة اليهودية على مجموعة الأشياء وجاء مشروع روح الملح الأمسية سلطت الضوء على التعايش الأخوي القائم بين مختلف الديانات منذ قرون بالمملكة وعلاقة الانتجام التي حافظ عليها الطرفان